نكلم كتير او عن المنتخب مصر النهاردة سأستطمن عليك برضو الوضع في البنك الاهلي كويسة الحمد لله والشكر الله الدنيا يعني حسنا ان الفريق بدأ يتزبط كان فيه تحس النتائج وانا كنت يسا بقولك قبل ما نخش على هوا النتائج لا طاليك بفكرة انه الفريق فعلا بيعمل تدائمات كويسة وتدائمات كتير بس النتائج ما كانتش جيدة وبدأت تتحسن هكيد طبعا انا في البداية سعيد بوجودي طبعا مع نادل البنك الاهلي سعيد بوجودي مع الاضارة المحترمة جدا 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 مع سيطالي واشرف نصار مع محمد عبد منعين سيحب الفتوح ولكن دايما انت زي ما انت قلت البداية دايما مزاي المتوقع بنك الاهلي من 3-4 سنين بنك الاهلي عندهم كانيات اي حد يمدرب اي لعيب يتمنى يكون موجود ولكن دايما البداية ما بتكون صعبة بيفضل الموسم كله صعب صحيح وبصراحة دي تواجدت في كل السنوات السابقة ولكن انت عارف كل مدرب بيولي وجهة نظر ايوا فيه مدرب بيحب اللاعبة الكبار ان يكونوا موجودين بشكل كبير جدا في التيم فيه مدرب تاني لا عايز لعبة صغيرة فيه مدرب عايز يعمل توازن توازن ما بين الاثنين ولكن في الاول والاخر هو بيبقى توفير ربنا سبحانه وتعالى صحيح البنك الاهلي ميسك ومدربين كبار جدا 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 كلهم على مستوى عالي جدا ولكن ساعات انت بتروح مكان بيبقى ربنا موفقك في المكان ده ومكان تاني ربنا مش موفقك صحيح ولكن بامان انا يما جيت الانتاج الابنك الاهلي اشتغلنا وتعبنا والحمد لله يمكن احنا مسكنا كان عدا خمس مبريات اااااا ما كانش فيه ولا مكسب ولا تعيدوا حتى فالحمد لله ربنا وفقنا اول مبارات ومصر واربعة يعني وبعد كده حصل عدم توفيق صح ودي لأسبابها بصراحة يعني لو عادنا نتكلم فترات كبيرة جدا لها أسبابها للأخفاقات دي بيبقى لها أسبابها عدم تضام المسابقة بشكل كبير جدا تعرف يعني ما بتكسب عايز تلعب بعدها على طول يعني ما بتغيب بتبدأ بقى تاني تبدأ ترجع من الأول وتبدأ فترة إعداد في المصغرة وتبدأ تشوف اللعبة وتبدأ تعمل ماتشاط ودية وتعرفش توصل للحالة اللي انت وصلت لها قبل ما تتوقف ولكن في الأول والآخر يعني البنكية اللي عنده لعبة كبيرة ولعبة كويسة ولعبة محترمة كنا محتاجين بس الانسجام وزي ما قلت لك يا كريم أنا دايما تعودت في وأنا مدرب عندي من الشخصية وعندي من الجراءة إن أنا دايما عندي يتموخ كمان إن أنا عايز أعمل حاجة في أي مكان بتواجد فيه يعني عظيم فبتمنى التوفيق إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا كابتن طاري تستحق يا رب بكل خير بإذن الله